عن احتفال بريطانيا بالذكرى الأربعين تحديدا لمهرجان البوب السنوي لكن في مصر احتفال الذكرى المئة عام لمهرجان موسيقي ففي تقليد سنوي يحتفي حي مصر القديمة العريق في قلب القاهرة النابض بمرور مئة عام على وجود مهرجان موسيقي شعار مهرجان هذا العام جاء تحت اسم عالم واحد الموسيقى لغة السلام التفاصيل مع سمر باشات من الظاهرة عالم واحد الموسيقى لغة السلام تحت هذا الشعار أقيم الاحتفال السنوي لحي مصر الجديدة بالقاهرة ففي هذا التوقيت من كل عام تغلق شوارع منطقة الكربة بمصر الجديدة أمام السيارات وتصبح للمشاه فقط وبهذا يكون المجال متاح لمظاهر الاحتفال المختلفة نحتفل في الشارع جو زريف ياريت تكرر كتير ويتعمل في كل حي حاجة زي كده المظلاء دي الرسم على الأرض نفسه كانت تحفة هنحاول نعمل حاجة جديدة في مصر ألوان مختلفة من الموسيقى تمثل ثقافات عدة كانت أبرز ما ميز احتفال هذا العام مهرجان اليوم كان مذهشا للغاية فإن الحب الذي لمسته من الجهور كان شيئا رائعا لا أشعر به في كثير من الحفلات ولكنني لمسته هنا من الجمهور المصري هذا الاحتفال الذي تنظمه جمعية مصر الجديدة التي ترأسها قارينة رئيس المصري السيدة سوزان مبارك بدأ منذ خمس سنوات احتفالا بمرور مائة عام على إنشاء حي مصر الجديدة على يدي البارون البلجيكي أدوارد دونبان ومنذ ذلك الحين أصبح تقليدا سنويا في منطقة الكربة والتي ما زالت تحتفظ بالطابع المعماري الذي أنشئ عليه الحي أما نجم الحفل فكان فنان الجاز الشهير يحيي خليل حاجة جميلة وحاجة بتحصل في كل حتة في الدنيا المفروض أن يكون فيه مهرجانات كتير بتتعامل في الشوارع وفي الميادين شي جميل قاعد نحن نعرض الجمهور بتاعنا والشباب بتاعنا لكل أنواع الموسيقى ده شيء صحي وده بيفتح وخهم وخهم وواتح وجدانهم على أنغام الموسيقى احتفل مئات الشباب والعائلات بالعيد السنوي لحي مصر الجديدة وهو تقليد تمنى الحاضرون تكراره في جميع أحياء قاهرة سمر بشات العربية القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر